موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يقوي سلطانه البادي البرهانه الممسود في الوجود كرامه وإنسانه صلى الله عليه وسلم تعلمته عدو مجانه على جرح القالة وتوعده علما وبسطنه من فاعد المنة ما جرت بيه في عقداره الكزم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وعجل عبيد الرحمن تعلى قد راتاته العزالية في عرقهات العبد المحبوب فانتشرت عسار شرافي في عوالم الشهادة والغيوب فما جزاد المنة الذي تكرما به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حجرة الإرسال صورة جاملة تندقر في عيق المحمود فدعا ترد بوجودها أقناف الوجود وترزد برد العوالمي بتراز التقريم وعرهم أصلي وصلي كتب صلاته وزي� على سيدنا وتليل وحمد الض رعافي الرحيم والله أصلي وصلي واسكك ومبارك وعدانه اللهم صلي أصلي أصلي مبارك عليه وعدانه تجل الحق في عالم جدسه الواسع تجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاشع فلحوا الحق الذين تنحصر أفراده متعداد ولا يمنل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عدم الإنكان سورة هذا الإنسان يتشرف بأدوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر إتصر بقلبه مليب إلا من سواب غفة لله على هذا الحبيب يا لقلبي يا لقلبي صروقا نغلقا في حبيب في حبيب نغلقا نغلقا يا لقلبي يا لقلبي صروقا نغلقا في حبيب نغلقا نغلقا لما الشرق الرجول في نوري نغلقا غفرلك غفرلك ونبع جتال ويتمالا يا لقلبي يا لقلبي صروقا نغلقا اشتركوا في القناة 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 حالي رب الحمد حمدان تالي يحسي حسين صالوان والطالي ترجى أصرفان وصر الأطار وأنه قرآن لتبعان بابتا نور الأغنين وأنه شكره على ما قد حدثنا من مواقين يَا كَرِيمًا يَرَحِيمًا والطالي ترجى لتبعى بابتا وقفاك من تواجح الحواكبي ما عدا علي بك خير وفي الى والجام فى الوظهر وفى الذى الوظهر نحو الكتلك فى الوظهر وفى الوظهر فى الوظهر أصابه رسل الله وعليه وعليه قلعه لا جمعه أبدا 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 أ أهدت بيت الله وسرمت بفادوه فأهدت بيت الله وسرمت بفادوه يا عوزك الهدي من قلبي بشرقك قبلها نور السيد وأضع عيناك يا عوزك الهدي من قلبي بشرقك قبلها نور السيد وأضع عيناك أهدت بيت الله وسرمت بفادوه أهدت بيت الله وسرمت بفادوه فأهدت بيت الله وسرمت بفادوه فأهدت بيت الله وسرمت بفادوه سبحان حلبوه برحمة المهدان فأهدت بيت الله وسرمت بفادوه سبحان حلبوه برحمة المهدان فأهدت بيت الله وسرمت بفادوه سبحان حلبوه بباكم سبحان حلبوه سبحان حلا أمام يا سليم سلامي بطالة أحبك حين العين لكم يحلها أمام رسول الله وغربي وعيانه فهجبت الله وصول النبي معاقر أمام رسول الله وغربي وعيانه فهجبت الله 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 أمام رسول الله وغربي وإلا فأنا دوري ملاكنا منزور لحير الأنم ولكن هزني لتدمين ما حفده من سيار أصرف المحلوقين وما أقرب الله به في مولده من الفتر الذي أمه العالمين أمام رسول الله وغربي وليد تشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولأن الله ينفع به المتكلمة والسامي ولأن الله ينفع به المتكلمة والسامي ولأن الله ينفع به المتكلمة والسامي فيدخلان في سفعة آدى النبي السافر ويتروحان بروح ذلك النبي اللهم صلي وسلم رسول صلاة وتسليم على سيدنا وتعلينا محمد للراضي الرحيم اللهم صلي وسلم ومالك على وعلاه اللهم صلي وسلم وبارك على وعلاه فهينك ربا والراضي هذا الحبيب على ندي السماوات والأرضنا وما فيه النبي ترحيم سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله رضا أكبر والقدرة تشفتنا هذا المسطور ليرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاك كل نور سبحان الله سبحان الله سبحان الله على من أدم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تاليسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماوات المرد سبحان الله فحضر بدوفيك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهور العين من غسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فأدلت الذي رتب الله على مدوره وجود هذا المولود فانفل غصب الجبان من النور عن عمود ومعهما من حمد المحمود مدعنا لله إلى الدين والسجوم وعند القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم علىك يا نبي السلام علىك يا رسول السلام علىك يا عبي السلام علىك صدق الله يا ابي السلام علىك يا رسول السلام يا نبي السلام سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رتبل يحلق الألف السدين فادا رل يقف لي قفي بالغرات وتدريي بغو في جبل الطرين فا culpid حصل bolts دفع أرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سعر الله عليك ولنا لك الشراء لساعدك مستمر اللقم سيجنفت حيث أطططينا عططططعات جماعة الفخرة والمؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلى الله عليك يا حبيب سلام 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 عليك والحسين صلى الله عليه يا سببيني وصلاة الله إذا هجاب أشرفا قصد محمد وسلاف قصد بيران قل أخي كذلك يا تجدد وعلى عدى ما تر علينا إنساني جاكي ودرانا ودران شعور علينا ما ترعى في الهيدان برحمد يا برحمد يا نور العيني برحمد جد الحسيني برحمد 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 يا رب العيني برحمد جد الحسيني برحمد برحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسل سلام عليك يا رسل سلام عليك صلى الله عليه يا ربي فتح المعجد معنا يا الله وعيات حسن الخطربي يا الله يا ربي فرفرني ظنوبي يا الله ببرتات الهادي محمد يا الله يا ربي فرفرني ظنوبي 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 يا الله ببركات الهدي محمد يا الله وبرغ المختار عنا يا الله بالصلاة وسلام يا الله ربي فغفرني يا الله ببركات الهدي محمد يا الله اللهم صلي وسلم وبركات الهدي محمد يا حنان يا كبهنان يا كتيب بل احسان بحر وجود تكمليات جد لك نكا بغفران يا حنان 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 يا قديم الهسان رمض وجود لك مليان متناجا بالرقان متناجا بالرقان رمض وجود لك مليان رمض وجود لك مليان رمض وجود لك مليان رمض وجود لك رمض وجود لك يا عنا يا حسنان يا واضي ملحسان رمض وجود لك مليان يا عنا يا عنا يا عنا يا عنا ربك دكا تستع فيك ربك دكا تسترطيك ربك دكا لك طبط فيك يا عنا يا عنا يا عنا يا عنا يا عنا اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلالي ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسم الأحلام بما تدك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحلقا وأولهم إلى مكان بالأحلاك سبقا وأوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل والأرض المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه النسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشافيق الرحيم لليتيم والأرملاء صلى الله عليه وسلم ولهم مع سهولة أهلاء ليبة القوية التي ترتعث منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشر تبه تعطرق الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنقرط في حلقه وخلقه بأسرق خسوصيا فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الأجود صلى الله عليه وسلم أجملت في بسر الحبيب وشعنه وله العنى في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أختت على نجمسها بعنانه وقد انبست القلم في تدوين ما أفاته العلم من وقاع عمولة النبي الكريم وهكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعديم والخلق العديم صلى الله عليه وسلم وعزنا مني أن يمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأكرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الحكم كما يحسن التكديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم الله ما صديق السليم أنت صلى صلى الله عليه وسلم على سيدنا أمينة وعلى سيدنا رب العظيم الله ما صديق السليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وآصحابه وَأَزُّوَجِهِ وَذِرْ رِيَدِهِ وَآلِلْ بَيْدِيَةِ اشتركوا في القناة 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 إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِدُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا فِرْنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا فِرْنَا وَالْإِخْوَامِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا مِنَّهِ وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا وَالَا تَجْعَلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَالَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا وَاللَّذِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ورولانا محمد ابن عمد الله وعلى آنه وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إنا بالله ورحمة الله وبركاته من لساني يفقه قولي أما أبعى حضرات المحضر من العلم para علماء para مشايخ para كيائي para ابنيائي ورحمة الله وبركاته para حضرات المحضر بياتي كريهونة المكرم وبركاته موسيقى 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 Dan semua Keluarga دلم Beliau Semoga semuanya Senantiasa juga dipanjangkan umurnya Sehat والعافية Dan juga yang memuliakan Para Hablaib Waminhum Nafusu Bikri Al-Habib Zain Al-Mahdari Al-Habib Hassan Al-Munawar Al-Habib Mufsin Ba'abud Habib Seh Yaitu Fadim Majlis Zatul Ma'ad Masya Allah Dan juga Al-Habib Bakir Al-Mahdari Habib Hilmi Maulahilah Banyak sekali Para Habibnya mohon maaf Ya sebenarnya Al-Fakir Al-Hafat satu persatu Tapi untuk menyingkat waktu Dan tidak mengurangi Rafah Saudara khurmat kami Mohon maaf Semoga beliau-beliau Para Habib semuanya Senantiasa dipanjangkan umurnya Sohab Wal-Afiyah Tetap istiqomah Mencintai umat Dan disintai oleh umat baginda Rasulullah S.A.W. Dan juga Yang kami hormati Segenap Para tamu undangan Para wali santri Para teman-teman Aluni Dan juga Para santri dan santriwati Rahimu'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kami muliakan Al-Afu Al-Muqram Al-Karim Ibn Al-Karim Semoga kita semuanya Mendapatkan berkah Dari beliau-beliau Sehingga Kita dijadikan oleh Allah Yang mendapatkan Ridha dari Allah Dan sahabat Rasulullah S.A.W. Semoga beliau Senantiasa dipanjangkan Umurnya Dimudahkan Dalam setiap Langkah da'wah beliau Yang insyaAllah Nanti beliau Akan memberikan Mawiratul Hasanah Kepada kita semua Beliau Jauh-jauh Dari Kota Madura Dari Suramadu Yang asalnya Beliau Ganjaran Beliau adalah Kebanggaan Bagi kami Khususnya Warga Nadir Yang sudah Sudah kita ketahui Bersama Bagaimana Sepak terjang beliau Dan nanti Kita akan Mendengarkan Mawiratul Hasanah Semoga apa yang Disampaikan oleh beliau Menjadi ilmu Yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Berpuji syukur Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Seperti biasanya Setiap tahun Alhamdulillah Ditadirkan Untuk berkumpul Dalam acara Hawl Yang ke-13 Dan juga Dikemas dengan Maulidul Rasul Dan dengan Beberapa acara Mulai Tiga hari kemarin Alhamdulillah Semoga Perjumpaan kita Pertemuan kita Disini Benar-benar Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semoga Dengan menghadiri Majlis yang mulia ini InsyaAllah Hajat-hajat kita Hajat dunia Ataupun Hajat akhirat Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salatullah Wassalamuhu Semoga Kita terjelahkan Kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W Alladhi Turja Syafa'atuhu Yang selalu Kita harap-harapkan Syafa'at Dari beliau Baik syafa'at dunia Ataupun Syafa'atuhu Ma kela'di'ah Di akhirat Hadirin Beka' Panas Tak dilupakan Tak langkong Hadirin Para Kemudangan Para masyarakat Para khaba'at Seperti biasanya Al-Fakir Mewakili Panitia Mohon maaf Mewakili Cuma dua Ganti Ganti Terus ya Mohon maaf Kalau haba'if Ada yang Ada yang Tombuk lah Istilahnya Sebenarnya banyak Santrinya Giai Ini banyak Banyak yang jadi orang Banyak yang jadi Giai Banyak yang jadi Ustadz Banyak yang jadi Guru Bahkan jadi dosen Tapi gak mau Kalau suruh sambutan Biasa Sampai Andai Cundang Bagaimana dua Biasa Sesepol Bagaimana dua Bahkan yang biasa Ceramah Yang biasa sambutan Di acara-acara besar Engkau Monsoro sambutan Engkau Angkau Tahan Diri Loh Gipaya Kita Nampak Kita Langkong Terima kasih Terima kasih Dan pencenungan semuanya Menjadi keberkahan Bagi pondok kami Keberkahan Bagi para alumni Dan semoga Kehadiran Pencenungan disini Menjadi tanda Kemakmuran Pondok kami Al-Azhar Pondok yang Ditinggalkan oleh Promogaji Hasbullah Amin Dan juga Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada Para jamaah Dan juga Terima kasih Kepada jamiah Salawat Zadul Ma'at Bintinan Habib Syekh Habib Syekh Habib Syekh Jawa Timur Oh Habib Muhsin Habib Muhsin Mbak Abud Masya Allah Semoga beliau Panjang umur Sehat Semoga beliau Semakin Gemuk Semakin Sehat Semakin Memberi manfaat Kepada umat Amin Ya Rabban Al-Amin Dan juga Mohon maaf Pada semuanya Yang apabila Siang hari ini Tidak sama Dengan Tahun-tahun Yang sebelumnya Kalau tahun sebelumnya Tidak seperti ini Tidak panas Tidak umpel-umpelan juga Ini yang di depan Dengan yang di Samping Dengan yang di belakang Insya Allah Jumlahnya sama Yang di dalam Full Yang di belakang Alumni itu Separuh Biasanya Senang di belakang Iya Samping bakar-bakar sate Samping nidhi Apa gitu Masya Allah Semoga pokoknya Semuanya alumni Kompak Hampir 100% Semua alumni Datang Alhamdulillah Ya mohon maaf Walaupun agak panas Karena Tidak pernah disini Hall itu Sepanas ini Cuacanya Biasanya Terimis Sampai Hujan Mohon maaf Jika tempatnya Panas Mungkin hidangannya Kurang Penyambutan kami Juga kurang Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Semoga Kekurangan demi Kekurangan ini Tidak Mengurangi Barokah Dan juga Nafahat Acara Khaul Pada suri hari ini Hadirin Halirat Para masyid Para Alumni Ini Khususnya Saya meminta Doa Kepada Para masyid Para kiai Para ibunya Para habaib Mohon doanya Sumpaya Semoga Pondok kita Ini Tambah Makmur Hidup Kembali Santrinya Banyak lagi Seperti Zamannya Ramuh Kiai Hasbubah Dulu Berkah Doa Ristu Dari panjalan Insya Allah Ini menjadi Tanda Bahwa Pondok kita Akan Makmur Ila Yaumil Kiyama Dan kami Juga Mohon Kepada Teman-teman Alumni Para simpatisan Para Wali Santri Ayum Setelah Didoakan Diberi Keberkahan Yang luar Biasa Oleh Para habaib Dan oleh Para kiai Ayum Sama-sama Gotong Royong Kita Hidupkan Pondok Kita Ini Kata Bustausar Kemarin Saya ingat Saat beliau Ceramah Di Ketapa Hadar Ma'hat Hayat Tuhan Hidup Hidupnya Pondok Ini Keberlangsungan Pondok Ini Eksisnya Pondok Ini Atau Bahkan Vakumnya Atau Matinya Pondok Ini Itu Ada Di Tangan Para Alumni Munggu Munggu Pondok Alumni Yang Sudah Banyak Santrinya Yang Sudah Menjadi Ustadz Menjadi Kiai Santrinya Disumbangkan Lima Tiga Ataupun Satu Ataupun Anak-anaknya Kalau Belum Punya Anak Semoga Barokahnya Hall ini Segera Punya Anak Yang Banyak Yang Belum Punya Anak Anaknya Saudara Tetangga Kalau Alumni 200 Atau 300 Numbang Satu Dua Atau Tiga Sudah Lumayan Tapi Kalau Sudah Melihat Kekompakan Seperti Ini Insya Allah Hanya Saja Mungkin Masih Belum Waktunya Dimondokan Alhamdulillah Barokah Dari Banjin Dengan Dari Para Kiai Dari Para Masa Para Habaib Ini Santrinya Sudah Banyak Alhamdulillah Sudah 200 Ya Saya susun 20 Ya Lebih Nolnya Lebih Satu Alhamdulillah Semoga Husnud Tau Bukan Bisa 200 Amin Ya Rabban Alamin Nombok Untuk Para Alumni Yang Sejajar Dengan Saya Ini Saya Berbicara Pada Alumni Kalau Alumni Yang Yang Simpatisan Yang Dari Podok Lain Bukan Ini Bukan Doktri Bukan Mengajak Alumni Ini Alumni Sendiri Masuk Gak Percaya Beliau Luar Luar Burunya Beliau Di Ganjaran Hampir Semua Ulama Ulama Sekuh Yang Ada Di Ganjaran Ini Termasuk Abah Beliau Abah Kiyaji Marug Kiyaji Kiyaji Yahya Kiyaji Zainullah Kiyaji Kiyaji Bukhari Kiyaji Bukhari Kiyismail Semua Kiyai Kiyai Besar Itu Adalah Guru Dari Beliau Itu Yang Ada Di Ganjaran Yang Diluar Beliau Saya Dapatkan Riwayat Guru Dari Almarhum Rp Yajmullah Ialah Yaitu Kiyaji Mahrus Ali Lirboyo Dan Juga Guru Beliau Adalah Kiyabdul Hamid Pasuruan Termasuk Guru Beliau Adalah Kiyaji Abdul Malik Jambes Masya Allah Ini Nama-nama Besar Masa kita Sebagai Santri Sebagai Alumni Aku Untuk Membondokkan Anak Kesini Ini Saya Kesantri Juga Pada Alumni Dan Juga Guru Beliau Yang Juga Tercatat Ialah Al-Habib Abdullah Bin Abdul Qadir Bin Ahmad Bin Fakih Darul Hadis Bahkan Nama Nama Beliau Nama Afuna Romoyah Itu Dicatat Oleh Abib Abdullah Di Dalam Salah Satu Kitabnya Dan Juga Beliau Murid Dari Al-Habib Soleh Bin Muhsin Tanggul Beliau Ada 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 Salah Cerita Hikmah Sedikit Mungkin Mungkin Asal Baru Ghaid Suhaib Bul Haul Dan Juga Para Masyaih Masyaih Rumah Zizi Hasbullah Ini Suatu Saat Pernah Dibawa Oleh Seorang Habib Yang Sepuh Digondang Lagi Saya Tidak Sebutkan Namanya Beliau Itu Soan Kepada Habib Soleh Tanggul Disana Seperti Biasa Tamu Luar Biasa Bahkan Ada Yang Satu Hari Dua Tiga Hari Bahkan Satu Minggu Itu Belum Kedapatan Giriran Untuk Ditemui Oleh Habib Soleh Tanggul Tapi Di Saat Romokiyai Dengan Seorang Habib Ini Datang Baru Kelihatan Itu Langsung Dipanggil Oleh Habib Soleh Tanggul Dan Bukan Hanya Dipanggil Tapi Beliau Langsung Diajak Ke Kamarnya Habib Soleh Tanggul Beliau Juga Cerita Pada Gami Termasuk Pada Al-Fakir Kalau Diceritakan Al-Fakir Ilmu Seberi Serang Habib Soleh Mensebuku Tak Cokok Itu Daurnya Beliau Dan Juga Kalimat Yang Disampaikan Oleh Habib Soleh Tanggul Habib Saya Besok Di Akhirat Ikut Panjeng Dengan Habib Tidak Kiai Tidak Saya Ikut Panjeng Dengan Kiai Ini adalah Bahasa Yang Harus Kita Cermati Bersama Ini Bahasa Selim Tawadunya Ini Menunjukkan Makong Romo Kiai Haji Kita Ini Betul Betul Ialah Seorang Kiai Yang Mendapatkan Guru Yang Luar Biasa Sanat Ilmu Yang Luar Biasa Yang Bahkan Kalau Seharianya Kalau Kita Ceritakan Tidak Cukup Bagaimana Beliau Cintanya Pada Habib Bagaimana Beliau Cintanya Pada Para Alim Ulama Bagaimana Kedermawanannya Bagaimana Kecintaannya Pada Ahlil Ilmi Pada Guru Sebagai Mana Yang Al-Fakir Ceritakan Pada Tahun Yang Sebelumnya Itulah Semoga Kita Semuanya Yang Hadir Terutama Para Alumni Para Santri Simpatisan Semuanya Mendapatkan Berkah Dari Beliau Semoga Yang Jangan Apa Yang Telah Jangan Perubankan Yang Telah Jangan Sumbangkan Para Alumni Para Simpatisan Semuanya Sedikit Banyak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Juga Dibaras Oleh Allah Umur Yang Panjang Sehat Dan Dimudahkan Segala Urusannya Dimudahkan Iblis Semoga Kita Keluar Dari Majlis Ini Semua Dosa-dosa Kita Diampun Allah Subhanahu Wata'ala Dan Saya Sampaikan Ada Kurang Lebihnya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Adami Wala Famingu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Disampirkan Sambutan Mewakili Panitia Untuk Sambutan Berikutnya Dari Dewan Pengasuh Kepada Al-Muqarram Ke Zainullah Khalil Disilahkan Allah Masyalli Al-Zayyid Bina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Muafi'an Ni'amihi Muka'afi'an Muafi'an 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 Muhammad Yang saya hormati Para alim ulama Yang saya hormati Para khaba'ib Yang saya hormati Para kiai Khususun kiai Haji Ma'ruf Huzin Dari Madura Yang kami Muliakan Segenap Para undangan Dari Ganjar Dari Ganjar Jauh-jauh dari Madura Yang kami Muliakan Segenap Para Tang undangan Yang dirahkan Allah Pertama-tama Marilah kita Panditkan Rasa Syukur kita Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang dengan Himpan berkahnya Yang dengan Himpan rahmatnya Kita bisa berkumpul Dalam Acara ini Dengan keadaan Suha'ulafian Dan tanpa halangan Suatu apapun Salawat Serta salam Semoga tercurah Kariban Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta keluarga Dan para sahabatnya Beriktifat Beriktifat Biasanya Yang Jadi sambutan ini Bapak saya Tapi karena beliau Tasik sakit Jadi saya Yang ganti Ini pertama Saya ucapkan Terima kasih Kepada Para Hadirin Atas Kerauan Panjirinan Semua Karena tanpa Kerauan Panjirinan Hal ini Bukan Bukan apa-apa Yang kedua Saya juga Sangat Berterima kasih Kepada Para Santri Dan juga Alumni Yang senantiasa Istiqomah Untuk memperingati Acara Maulid Dan juga Hal Semoga 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 Dengan ini Kita Semua Bisa Mendapatkan Syafak Nabi Dan juga Berkah Dari Kiai Selain itu Saya juga Sangat Memohon Maaf Sebanyak-banyaknya Kepada Panjirinan Semua Apabila Ada Tempat Hidangan Atau Hal-hal Lain Yang Kurang Berkenan Di hati Panjirinan Semua Seporan Sebenarnya Kurang lebih Ini dari Dari Kula Terima kasih Disampaikan Kepada Rasulullah Khalil Ke acara Selanjutnya Yang Mohidatul Hasanah Yang Akan Disampaikan Oleh Panjirinan Halipun Kiai Haji Ma'ruf Khazid Kepada Beliau Disilahkan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Serabu Banyak Tapi Saya Jawab Salam Kare Zabar Dan Pula Tuh Akhirnya Saya Jawab Salam Kemukah Rezik Al-Lancar Tengeng Berwakan Nasuh Hibul Hal Bisa Kemukah Kemudina Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu Assalamu Ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Wa Surbim Mawwala La Hawla Wa Ta'ila Billah Fadratal Mukarramin Al-Mukarramat Sajatina Para Habaib Alhamdulillah Kodol Azhar Meneruskan Pena Pesaampun Elampain Tinin Kiai Hasbullah Hikidadintah Hurman Da' Habaib Memuljida Ketoran Nen Rasulullah Sallallahu Wabil Khusus Hikidadintah Habib Hassan Habib Hassan Al-Munawwar Habib Muhsin Ba'bud Habib Zain Al-Mahdali Bukan Sibah Juna Habaib Tak Langkong Juna Tak Bisa Nyebut Tung Sibah Cukain Para Kiai Dan Keluarga Pembang Pesantren Al-Zahar Ke Zainullah Kiai Nyayimut Mainnah Lora Zainullah Bintok Kibala Bintok Kibala Ganjar Tak Langkong Kibala Dari Matur Tadi Zainullah Alhamdulillah Abah Dan Kibala Haji Khazin Yahya Bintok Orangnya Pendiam Abah Kibala Bintok Pendiam Kecuali Ke Orang-orang Dekatnya Termasuk Ke Hasbullah Bintok Abah Kesokan Akhir Jaya Zain Kibala Dimin Cik Aina Ketika Benda Acara Bintok Beliau Ke Ata Bintok Juna Makam Di Morsin Kita Rabu Ke Morsin Rabu Ke Ali Rabu Ke Kosin Terus Banyak Parakia Kita Rabu Kita Cik Akam Sedikit Karena Kibala Yakin Abah Kini Kita Hasbullah Kita Mukhalid Maka Kaman Kita Cik Ram Mena Maka Hadir Di Temat Jelis Niat Mekunga Kedua Beliau Hadis Riwayat Imam Muslim Abdullah Bin Umar Beliau Meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Abarul Birri Ayya Silar Rajul Wudda Abih Di Antara Apok Tidak Rengseko Di Antara Apok Teh Kepada Orang Tua Yang Sudah Wafat Bersilatur Rahim Menyambung Tali Ikatan Kepada Orang Tengkul Yakin Abah Abdi Najak Rumah Neda Kehazub Allah Maka Tengkul Soan Dek Pertuka Dintah Sekaligus Tabarru Banjukan Untuk Maseneng Gak Leng Sokot Tengkul Saampun Alam Kepul Ini Kami Tegang Rappiah Napa Nega Bapak Bani Keng Kuala Na Nak Keng Panas Oke Malam Kita Mungkin Tidak Sedingin Dahulu Kul Lambak Diri Sarfajah Munda Malam Pas Kelangan Pusok Kepul Melai Banyak Tayang Mumba Kedua Keng Mungkin Keng Mungkin Keng Tayang Mumba Ngertai Apa Bapak Mungkin Mending Pusok Tidak Tayang Mumba Dari اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحي نبي اشتركوا في القناة 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 الله حقيقتnya apa orang yang mempelajari ilmu كيَيَيْ yang ada di pesantren كنتو قال kenapa omega sebelum كنتو Allah menyetarakan ENTARA menyetarakan antara orang yang mencari ilmu dan orang yang berjihad di jalan Allah كنتو setara sehingga ketika yang disebut كنتو adalah yang hidup yang gugur di jalan Allah وہاً يمنح في العلم شكرا للمشاهدة 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 Lagi ke dunia Untuk ikut bersama dengan Rasulullah Untuk berjihad ke dua kalinya Maka saya akan hubur kembali Di jalan Kalau itu yang Kamu minta Saya sudah berjanji Mereka yang sudah masuk Ke alam hubur tidak akan bisa Dikembalikan ke alam dunia Pada apa sebab dengan hadis kita Beliau syuhada Yang gugur di jalan Allah Yang alam kokur Kita bisa atur di Allah Sekali lagi Sohabat Jabir kita bisa atur Kita bisa Kita bisa menyebabkan Allah Ini kan pun lena jenah Tapi Sohabat Abdullah Hadis riwayat Imam Ibn Majah Tak do'if hadis ini Kita Fimakam Fimakam Hujjah Waddalil Bisa kita dipakai Berikutnya Berikutnya Imam Ibn Ibn Asakir Dalam kitab beliau Tarif Dimashqo Kita meriwayatkan Harun Ar-Rashid Potran Harun Ar-Rashid Enki gak bintuh Fi Qabrihi Yurzaq As-Syafi'i ini Beliau di alam kuburnya Oleh Allah Diberi kehidupan Dan diberi rezeki Di alam kuburnya Hayyun Yurzaq Kintuh Syifat dari Al-Quran Berkaitan Kelaban Syuhada Ahyya'un Enda Rabbihim Yurzaq Jadi ternyata Pak Taki Imam Syafi'i Tak wafat Ketika di medan Perang Imam Syafi'i Wafat Dalam Menyebarkan ilmu Imam Syafi'i Wafat Ketika beliau Mengajarkan ilmu Untuk para murid-muridnya Maka Imam Syafi'i Kintuh Beliau Imam Syafi'i Dan para ulama Dari kalangan Kiai Dari kalangan Habaib Dari pesera Saus Yang mereka Kintuh gugur Ketika menyebarkan ilmu Fi' kuburihim Ahyya'un Yurzaq Neng alam Kau Berkita Odi Sebagaimana Para syuhada Masih bisa Mendoakan Mak tegang Seberarti Nika Anapa Nika Pak Panjenengan Kik kesukan Jamu kuat Nama Buntan Pak Kalau panjenengan Suka Minum Jamu kuat Minumnya Nanti Malam Kalau panjenengan Minumnya Duhur Tegangnya Di tempat Pengajian Allah Para penerbang Ada yang belum Menikah Kibet 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 Tulihan Habib Saya selalu Memotivasi Yang belum Menikah Agar selalu Menikah Anapa Begini Semua Ibadah Itu Melawan Nafsu Panjenengan Bangun Suku Melawan Nafsu Panjenengan Bekerja Melawan Nafsu Malas Ketika Nafsu Kita Dilawan Ada Pahala Semua Ibadah Kita Melawan Nafsu Kecuali Nikah Ya Nikah Itu Salah Nafsu Senang Oleh Benjaran Dan Sering Minta Film Bindah 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 Rajin Kadang Nafsu Nafsu Ibadah Semoga Ini Dianggap Motivasi Jangan Dianggap Membuli Tentang Ketis Sekali Lagi Ngeri Leres Dan Kulis Saran Panjen Ketika Rabu Neng Haw Lalu Kemudian Hadir Mereka Di alam Kubur Kita Tetap Mendoakan Tetap Mendoakan Sebagaimana Seampun Dali Legla Tina Ampun Sampai Biasanya Sampai Kulisan Apa Kulisan Apa Kulisan Sampai Kulisan Apa Nah Ngalemak Ngalemak Wajan Wajan Ngan Ngan Kulisan Pun Mika Pun Jelas Makin Poin Utama Pesir Sepertama Ngelampain Hall Siapa Yang Pertama Melaksanakan Hall Sementara Tenggul Saran Panjen Selalu Dituduh Bid'ah Selalu Dituduh Bermacam Macam Yang Pertama Melaksanakan Hall Tak Lain Dan Tak Bukan Adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pesir Sepertama Ngelampain Istri Beliau Sayyid Khadija Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Muslim Juga Baga Banyak Hadis Sekir Daging 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 Sayyidah Aisyah Karena Rasulullah Ila Dibah Hasyata Qal Arsillu Biha Asli Qai Khadija Menabi Rasulullah Menyembleh Kambing Kalau Nabi Kemudian Menyembleh Kambing Maka Nabi Atau Arsillu Biha Asli Qai Khadija Hantarkan Daging 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 Kambing Ini Kepada Teman Temannya Khadija Pas Kemudian Sayyidah Khadija Sayyidah Aisyah Nabi Pancenengan Saya Kaya Nabi Sesepo Nabi Ada Ini Kutru Zib Tuh Baha Saya Teramat Sangat Mencintai Khadija Dari Hadis Kipta Kecintaan Dan Kulesarang Pancenengan Da'al Marhum Kintoh Bersedegah Da'al Marhum Kelaban Da'al Kelaban Penapa Saos Mampu Rasulullah Mampu Kelaban Kambing Kambing Yang beliau Berikan Yang Menter Kulesarang Pancenengan Tak Mampu Di bawahnya Kambing Penapa Ajem Tak Mampu Kambing Kenapa Telur Tak Mampu Telur Soto Ayam Tapi Misoto Misoto Kan Tadi Ada Kita Si Pertama Nelampain Nabi Nabi Sayyidah Khadijah Jadi Bahkan Kelaban Tenggul Sarang Pancenengan Hadis Nabi Bersedekah Daharan Atas Nama Sayyidah Khadijah Bahasa Arafah Ketulah Jambah Kenapa Atas Subduk Anil Mayyid Bit To'am Bersedekah Atas Nama Orang Yang Sudah Wafat Kelaban Da'aran Bak Nika Eganjar Karena Terlalu Lancang Bak Atas Subduk Anil Mayyid Bit To'am Eganjar Singkat Bak Nama Terkan Bersedekah Nanti Bapak N Ibu Muslimat Cacak Banser Bak Yufat Dayak Yasin Tahlil Malam Jum'ah Ngalorni Tul Kowo Nika 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 Kan Ngan Jarni Kering Mat Tuh Bersedekah Pak Benyata Aja Bikul Terjemah Mat Tuh Nika Bapak N U Tang Numbu Muslimat Tang Kak Banser Tang Yufat Dayak Yasin Tah Lil Malam Jum'at Klaw Kedajah Nenteng Allah Salih Alam Alhamdulillah Kita Tasaduk Anil Mayib Nabi Pak Senglampai Sin Nomor Dua Menunjukkan Kecintaan Rasulullah Kita Adhabu Kesayang Tentang Sayyidah Khadijah Kelak Terkait Ke Hasbullah Berkaitan Ke Hasbullah Jadi Sekalian Aki Meskipun Hari ini Ditubuh Cemacem Tetap Beadaan Ngering Ngelampain Pernah Keseampun Ngelampain Para Guru Yang Sudah Diamalkan Oleh Banyak Para Ulama Banyak Hagaif Kalau Panjeningan Datang Kepondoknya Sayyid Muhammad Pak Neng Mekah Itu Bada Halnya Sayyid Muhammad Panjeningan Raguda Mesir Bada Halnya Para Ulama Al-Azhar Panjeningan Raguda Yaman Malah Lebih Sepo Habib Umar Saban Tahun Beliau Melakukan Haud Untuk Nabi Hud Ini Lampung Lebih Sepo Maka Maka Sekalian Kepondoknya Kepondoknya Sarang Panjeningan Amal Laki Kepondok Mabil Khusus Mulai Dimin Ke Hasbullah Kepondok Mabil Khusus Dek Para Habaif Ngirin Tetap Lampain Tanah Ganjar Kepondok Tak Toman Lepas Dari Habaif Habib Hassan Baharun Dalwar Bedi Ganjar Dimin Beliau Kita Ngacar Beliau Kita Toman Ngacar Menjalir Kepondok Kepondok Sekalian Keluarga Besar Kepondok Al-Azhar Juga Seampor Menjalin Kecintaan Dengan Sekalian Para Kiai Para Keluarga Yang Kepondok Ganjar Tak Langkong Kita Selalu Ingat Pesan Istri Kalau Berangkat Sehat Pulang Juga Harus Sehat Tak Berangkat Sehat Mula Ngesot Kepondok 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 Dapat Mengambil Hikmahnya Tentu Marilah Kita Tutup Dengan Doa Pada Kesempatan Suri Hari Ini Yang Akan Disampaikan Oleh Habib Zen Pada Beliau Terima Tentu 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والله ما صل يسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل يسلم على سيدنا محمد في الأخرين اللهم صل يسلم على سيدنا محمد في كل وبت وحين اللهم صل يسلم على سيدنا محمد في الملائل على إله الدين اللهم صل يسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحه الجماعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصى في المحمد يجهودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وأبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سأجي في مشكورا وفعلي في محمودا ويجب عمل في العمال المكدولة وتوجه في التوجهات الخالصة في السلاف الموشورة اللهم يا من إليه تتوجه الآمان فتعود جافرا وعلى باب إجابه تحد الرحال فترشاها منه الفدودات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك السادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي تسلي معناتك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد السري وحامل راجاتك دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأبخار في كل موطن من مواطن الكربي وما ظهر كاس من ذلك في عبادك وساكي كبوس يرسادك لأهل ودادك سيد الكونين وأسرف الثقلان العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل يسلم عليه وعلى آله وأسهابه وهي حضرة اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بخرف مقامه العظيم أم تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين إنهايتك وأنقفضنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بتمير لعايتك وحسين وقايتك وأم تبلغنا من شرف الكرب إليك وإلى هذا الهبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تخرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتدعينا في حضرة هذا الهبيب من الحاضرين وفي طراء في اتدعانه من السابقين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أتماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة يا وسيدتنا إليك فلا تحرمنا أهمنا بك برسولك وما جاءت من الدين وتوجهنا به إليك مستشعين أم تقابل المذنب منا بالغفران والمجيئة بالإحسان والسائلة بما سأل والمؤملة بما أمل وأن تجعلنا من من نصر هذا الهبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببرقته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جمع عندها وقدم راية الدين القويم في جمع الأكطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معنورة معنى وشورة واكشف اللوم قربة المغروبين واكد دينا المهينة وأوفينا للمذنبين والمذنبين وتقبلته وقدبت تائبين وانشر رحمتك على إبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المحتدين والظالمين وبشبط العدلة بقناة الحق في جمع النواحي والأكطار وأجدهم بتعجيد من عندك ونشر على المؤمنين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جمع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا واجعلنا يا ربي واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جمع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك السدق في حدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الهبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه دامت إليه المنشوب وآخر دعوانا أن الحمد لله في رب العالمين سبحانه ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين لكم شكرا للمشاهدة يا ربي عالم الآن إليك وجدك تأمان تفضل عليك الإقبار وقفل لنا واصل المال يا ربي عالم الآن يا ربي ع Canadian يا ربي عالم الآن يا ربي عالم الآن يَا اللَّهُ بِهَا 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 يَا اللَّهُ يا الله بها 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 يا ربك تبنى كتواصفا إلقاء ربك فيه اغفر لك يا كا كاسب لي لتعبتنا يا ربك تراصفا بمعابة لتعبتنا يا سلام على لتعبتنا يا ربك تراصفا وامتبرت طبي وفي سيرك بشيوانا يا ربك تراصفا لتعبتنا يا ربك تراصفا يا ربك تراصفا لتعبتنا يا ربك تراصفا بتت خبرتنا يا ربك تراصفا يا ربك تراصفا يا ربك تراصفا يا ربك تراصفا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة